السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال سأتكلم النهاردة عن تضخم البروستات الحميد لكن ممكن نتكلم عن ذلك يوم الجمعة الجاية إن شاء الله في فيديو كامل عن البروستات وأمراض البروستات الشائعة اللي هم تلات أمراض لو حبينا نقصمهم حسب الفئة العمرية الأكثر تعرضا للمرض فنبتدي نقول البروستاتيتس اللي هو التهاب بات البروستاتا أو عدوى البروستاتا وبتحصل ديت في الرجال عند السن الصغير يعني الأدلت البلغين الصغار اللي هو تحت سن الاربعين خمسة اربعين سنة وبعد كده يبتدي البنين بروستاتيك هايبربلازيا تضخم البروستاتا الحميد ده بيظهر في السن الكبير شوية فوق الخمسين فوق الستين سنة وبعد كده بعد الشر عنكم جميعا السرطان البروستاتا وده بيكون بعد سن الكبير بعد سن الستين سبعين سنة الخبر الكويس في هذا الكلام إن احنا في الشرق الأوسط أقل قابلية للإصابة بسرطان البروستات نحمد ربنا لكن طبعا تضخم البروستات الحميد ما تنتشر بشكل كبير في الناس كبار السن وأنا واحد من الناس اللي عنده تضخم بروستات بس الحمد لله لأن مهنة الطب طبعا وبقدر يعني بتصرف بحيث إن أنا لا أعاني من هذا التضخم لا أعاني بشكل كبير يعني فيعني تبقوا تسمعوا الفيديو تسمعوا نصاحي خصوصا العواجيز الشباب العواجيز اللي زحلاتي كده اللي هما يعني في شباب العمر من فوق الستين يتابعوني في فيديو تضخم البروستات الحميد لأنه طبعا منتشر تقريبا ما فيش راجل فوق سن الستين ما عندهوش البروستات متضخمة بس مش كلهم عندهم أعراض حسب بقى التضخم ده حسب التضخم عندنا البروستات ديت بتبقى في حاجة مهمة جدا هي البروستات زي إيدي كده زي إيدي كده والألم ده زي الحالب بيبقى ماشي فوسط البروستات والبروستات فوقها على طول المسانة أنا دخيل كده ديت كده فوق المسانة اللي بتعبي البول تنزل البول في الحالب يروح على الإحليل يروح على الخارج كبول فالبروستات هنا في النص فهي بتتدخم عند كل الناس فوق الستين والله إذا التدخم جي لفوق فبتضغط على المسانة فإن اللي يحصل سمام المسانة يتأثر وجدار المسانة يتأثر فيحصل علامات عدم القدرة على تخزين البول يبقى الإنسان كده عايز يروح لحمام كتير أو أو التدخم يكون في النص هنا النص في الحتة النص تبقى تتدخم لجوه فتضغط على مين اللي جوه المزنوق الحالب إذا ضغطت على الحالب طب البول ده بيعد من الحالب إلا يحصل يحصل صعوبة مرور البول اللي هو إيه يبقى عايز يخلش الحمام المسانة عايزة تفضي يروح الحمام بدل ما البول كده يتدفق بسرعة يبقى بالعافية البول ينزل وممكن ينزل نقطة نقطة فبالتالي مش كل الناس البروستات لما بتتضخم بيحصل عندهم أعراض فيه واحد بقى تتضخم من وراء وراء في البروستاتة ده وراء البروستاتة فيه إيه آه المستقيم الكولوم ولا يحصل حاجة مفيش أعراض خاص فده كده بسرعة عن تضخم البروستاتة لكن إن شاء الله هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل الموضوع ده مهم جدا جدا لأن عدد كبير جدا من الناس كبار السن آه بيعانوا من تضخم البروستاتة الحميد وبعدين مشكلته لو فيه إهمال آه بيجي على رأس هذا التضخم سرطان البروستاتة بعد الشرع عنكم جميع فمهم جدا الناس اللي هم فوق سن الخمسين يبتدوا يسمعوا الكلام بتاعه ويبتدوا ينفذوا النصايح بتاعتي آه التهاب البروستاتة بقى للناس الشباب اللي هم بتخبص وكده فإيه فدول بيجي لهم آه التهاب البروستاتة أو العدوى البروستاتة برضو دول يسمعوني عشان نقول لهم يعملوا إيه ويحافظوا على الموضوع ده من غير ما يصابوا بإلتهابات البروستاتة آه نشوفكم إن شاء الله بكل خير آه يوم الجمعة القادم بالساعة 2 بتوقيت مصر 2 بعد الدور بتوقيت مصر أرجو أنكم تكونوا معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته